عام يمضي حاملا معه أحزان وانكسارات نودعها دروس نستق منها عبرا وذكريات نحتفظ بها وعام جديد يبدأ مع أمل بالنهوض وبناء طموحات وأحلام ونضج عاطفي ونجاح مهني فكيف ننهض بعض السقوط وكيف نخلق القوة ونحفز أنفسنا لمداية جديدة أسئلة يجيبنا عنها المستشار ومدرب مهارات الحياة عبدالعزيز دلول ضيفنا في السوديو صباح النور أهلا بك كل عام وانت بخير إن شاء الله وصحة شكرا هالعام ما كان هو عام فينا نقول مفرح هيك مبهج كان في كتير من الانكسارات ما تنسى العالم كله عم يمر بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسيا كانت الناس تعبانة كيف برأيك يعني بعض الاخسارات كيف ممكن أن نبدأ سنة جديدة كيف يمكن نتسلح بالأمل إذا قضينا سنة متعبة أكثر شيء الناس مرات بتركز عليه هو قوة العطاء والإنتاجية مرات بينسوا شحن الذات في ستيفن كوفي بكتابه العادات السبع بيحكي عن شحد المنشار وهي المرحلة اللي بيكون بعد ما أركض فيها وأعمل بشكل كبير أو أتلقى صدمات بالحياة لازم أشحد المنشار سواء ذهنياً ولا عاطفياً ولا جسدياً كثير ناس تنسى ترتاح متى توقف فتظلها دوار 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 السيارة لو تظلت هيك مهما كانت بيفقع المحرك هاي نقطة مهمة كثير لأنا أعرف متى أوقف أخذ بريك أشحن نفسي وأكفي بس هون يعني برأيك يعني إنسان عاش سنة كان مضطر فيها عنده التزامات كتيري وصعوبات كتيري ممكن يقول لك ما بقدر وقف ممكن يخاف من أنه يوقف بتسمح كتير ناس بيقول لك بخاف ارتاح ما عندي وقت ارتاح ما عندي وقت فكر بحالي شو بتقله له هالشخص هاي النقطة اللي بتخلي الإنسان يضل يعمل بيرن آوت بيوصل لمرحلة من الاحتراق الخوف أنه لو وقف حيتأخر عن شو حيتأخر طب أنت في المقابل أنت قعد تسرك من صحتك بيقول لك شخص شخص أرهي المستقبل ليصنع يعني الأمل مهم جدا في ناس بتخاف أنه يروح عليها الفرص تروح عليها مثلا النشاطات السفرات في ناس بتلاقيها بتزعل دائما هيك ديسمبر شهر الحصاد يعني عادة أن الناس ما بتشتغل بتخطط وهيك ممكن تبلش تعمل ريس كاجولينك بس بدنا نعمل زي الإحصاء وتحليل ماذا حدث ماذا حدث في هذا العام اللي أنا تعلمته كي بتقولك ما تعلمت شيء اللي تعلمت شيء يمكن أنت طول السنة ممكن مخك كان مسكر مش فاتحها هو ما تعلمت أو ما وعيدت علي اللي تعلمته يعني مثل ما أنت قلتنا كل يوم نتعلم يمكن نوعى النوعى شو عم يصير بينها هو أكثر شيء هاي مؤلم تظلني أنا أخذ وتعلم وتعلم وما أعمل شيء وهي أكثر بتقرص فأحد الأشياء اللي بيقولك يعني واحد أني أنا أعرف متى أرتاح اتنين أعرف أنا لوين بدي أروح بشكل منطقي وليس بسقف توقعات عالي شو يعني فسرنا أكثر يعني مثلا في حدا بده ينزل وزنه خلال هالعام بلش من أول السنة تبعه 22 أنه ينزل وينزل وينزل بينزل اتنين كيلو بيرجعهم أربع كيلو بعدين بيرجع بينزل بيقولك أنا بدي أربعين كيلو أنزل هالسنة كيف بدك تنزلهم أربعين كيلو أنت بتبلش فجأة لأن الحماس فخ فبتلاقيه حتى توقعات كتير كبيرة أنا هالسنة بدي أدخل مثلا خمسمائة ألف دولار بالسنة بتلاقيه مثلا رفع سقف توقعات من غير ما يعرف هو وين أصلا هلو اللي عم بتقوله طيب كيف ممكن نحفز أنفسنا لخلق عادات وأهداف مثل مقلة منطقية كيف يمكن هلأ هيدا سنة جديدة فرصة جديدة وعادة دائما الإنسان مع انطلاق سنة جديدة بيحس حاله أنه ربما عنده هيدا الحافز طاقة كيف يمكن هيدا الطاقة أنت استمر لأشهر أو للسنة المقبلة ما تخلص بعد أسبوع أو أسبوعين حلو في شغلة بسميها أنا أطع البيتزا يعني إذا عندك 365 يوم أطع أهدافك على هاي الأيام على يعني مثلا كل ثلاثة شهور بدعم الهيك ثلاثة شهور كذا إذا كان عندك هدف كتير كبير شغلة تانية اللي بنصح فيه من الناس على التحفيز الفيجين بورد تفوز لأنه البعيد عن العين وبعيد عن القلب فالفيجين بورد بتحط فيها الأهداف اللي بدك إياها كصور مثلا بدك تشتري سيارة جديدة بدك مثلا هالأمونت من المبلغ هالأمثلا للسفرة بتحطها في فيجين بورد بتأسقصها بتدلعها وتحطها عندك بالغرفة عشان تظلك متحفز اتنين حاول تجرب شغلات جديدة مرات بيجي فوتور على حسب طبعا المراحل العمرية في العشرينات في التلاتينات الاربعينات الخمسينات بس بيظل المبدأ هذا يفوز تجرب أشياء جديدة أشياء انت بتأجلها من زمان أشياء نفسك فيها شغلة تانية خليك ملتحم مع ناس إيجابية ناس تعد معها بعد الأعداء بتصير تفكر آه الله كتير حلو أو تخليك تروح تمسك الألم والدفتر نعم عبدالعزيز هذا الكلام يتعرض أيضا لنوع من الانتقاد على مواقع التواصل أنت يعني أنت مدرب حياته وبتتابع وبتشوف أنه في ناس بتقول أنه أنتوا مدربين الحياة تعطونا النظريات بس التطبيق مختلف طبعا شوف تقول له هالناس اليوم لأنه يعني بتشوفهم على مواقع التواصل بيقول أنه أنت عم تعطيني نظرية بس تطبيق الحياة أصعب شوف تقول له لما يوصل الإنسان لمرحلة بده أكتر بده أحلى بده أثمن بده أغلى محتاج لدوق الصعب طبعا الكلام اللي أنا منحكيه أو بيحكيه مدربين أو المختصين هو نوع من التوجيه وإنت بيكون عندك المفتاح ولكن الناس طبيعي جدا عندها لغة التسويف أو عدم الفعل بده أشي يجي لعندها فبتلاقيهم بيحطوا رجل على رجل وبشربوا قهوة بيقول لك هدول الناس يعني دجالين الموضوع لا في الدجال ولا إشي كلام من صديق حط أهدافك اسعى إلها بشكل بيرضيك وبيخليك سعيد الموضوع الكثير يعني أنت برأيك الإنسان هو أيضا عنده القواعد الذاتية الخاصة فيه هو البدوني هو متزمت هو عنده قلونس وهو شايف أنه هو اللي بيعمل وصاح هو بيشوف أنه تكتب أهدافك على وراء كلام فاضي يخليك بعدين لما تشوف صاحبك راح لمنطقة كثير بعيدة قدامك وتقول إيه هذا مثلا غسيل ولا هذا مش عارف شو ولا كده بتصير تنتقده فالناس المنتقدة هي الشخص أو ما بدهم يعملون وإذا ما بدك تعمل خليك قابع مكانك يعني موضوع اختيار اختيار طيب شو هي نصيحتك للناس يلي معها السنة الجديدة بدها تحط أهداف بدها تحط عندها طموحات بدها تحولها لأهداف كيف يمكن إذا بدك الوعي أكتر للأهداف وإلى أي مدى برأيك هذا الوعي أيضا العاطفية اللي بتتحدث عنه أنت دايما ممكن كمان ضروري جدا أنه نربط بأهدافنا لحتى نكون عارفين لوين رايحين حلو جميعنا جميعنا من نحط أهداف تقريبا 50% إلى 60% ممكن نحقق يعني حققنا والباقي ما حققنا لأسباب طارئة وحلو الواحد يكون متفاهم أنه فيه أشياء ممكن تخلينا ما نحققها مرض مثلا أحد من أفراد العائلة مثلا رحل عزيز علينا وهذه الأمور فيه ظروف خارج عن إرادتنا ظروف خارج عن إرادتنا أو صبك مثلا عرض صحي فواحد من الأشياء وهو أنه أنا لما آجي أحط أهداف أخليها متوازنة بين جوانب العقل والقلب والجسد والروح لي يجاء مثلا العقل شو محتاج عقلي كي بدأ خلي عقلي هذا العام جسدي إيش اللي محتاجه أنا في جسدي هل مثلا الأكل النوم مثلا غيابة بالنسبة للروح مثلا الصلاة أوصل لمرحلة من السلام بالنسبة للقلب علاقاتي مع نفسي وعلاقاتي مع الناس هل بدي أغيرهم هل بدي أقلل معهم هل بدي أكثر مع عيلتي يتواصل أكتر هاي الإحصاءات أو هاي التوجهات بتخليني مركز بشكل بلانس نعم فحط الأهداف اكتبها على الوراء السمها ما تحط كل شي مرة واحدة زي اللي بيقولك أنا خايف السنة تطير من عندي ومشي شوية شوية بثقة ويقين بنفسك بالله صحيح أكيد التكل على الله بفتكر هو أكتر سلاح فينا نحمله معنا من سنة نسا أنا عندي قاعدة بشكل واضح وبسيط وسهل إذا بدك تعمل أي شيء أو تخطط أي شيء بسهولة وبوضوح وببساطة لأنه لما نعقدها تعال شكرا كتير لألك سنة حلوة وهيك يعني ما بنقدر من يعني ما إذا بدك نفكر بالناس اللي كانت سنتهم صعبة كتير هذا العام ربما ما قدروا يعني ما قدروا يطبقوا كل ما ذكرته عبدالعزيز لأنه كانت ظروف الحياة صعبة ما ننسى أنه في ناس للأسف وضعتهم اللي بتوضعهم الحياة بظروف حرب بظروف مقاسي ما خصهم فيها وما قالوا علاقة فيها وبعرف أنه في ناس ربما ما بيقدروا يعني ما عندهم هذه الرفاهية أنه يقدر إذا بدك يفكر لأنه الحياة عم تجبروا يوميا عم تفرض عليها تحديات كبيرة عشنا بهذه السنة بحروب كتير وبدائقات اقتصادية ومالية تحياتنا لهالناس اللي بيكافحوا على طريقتهم بينجحوا على طريقتهم بدون ما يحطوا أهم شيء ما يفقدوا الأمل صحيح الأمل هو ما يبقيني على قيد الحياة حياة شكرا لك